ورجعنا لكم مرة تانية وبرحب بضيفي الكاتب الأستاذ محمد توفيق اللي منوارنا النهاردة في الستوديو اللي هنتكلم معاه طبعا عن كتابه أحمد زاكي 86 مساء الخير أزاي؟ أولا يعني 86 86 إيه حكي 86؟ ليه أحمد زاكي 86؟ ليه مش أحمد زاكي بس؟ هو كان في البداية ما كانش بالنسبة لي أنه لغس لكن اكتشفت بعد ما الكتاب نزل أنه لغس يعني أنا ما كنت متخيلة 86 لما كتبها أنه لغس لكن هو موضوع الكتاب أحمد زاكي 86 بمعنى أنه ده مش أحمد زاكي من الميلاد لحد الرحيل هو أنا بحكي قصة حياة أحمد زاكي من خلال سنة 86 فبحكيها بطريقة فيلم سينمائي بيقوم بطولته أحمد زاكي يعني هي الفكرة هنا مختلفة شوية وإنك بتشتغل عيسة 80 دي بيعتبرها سنة الأهم في حياته ليس الأهم في حياته لأنه عمل فيها أربع أفلام كانوا في السينما البريء والبداية وشادر السمك والحب في وضبط الهرم أهم أفلام كويس فأنت شفت أن هي من أهم السنين في حياة الفنان أحمد زاكي أو في مشواره الفني أنا رأي أنها سنة الأهم الأهم ليه بقى؟ لأنه كمان فيلمين من دول أهم مئة فيلم في تاريخ السينما مصري اللي هم البريء والحب في وضبط الهرم بالإضافة لأنه كان في السنة دي برضو كان بتعرض له في المين تانيين غير الأربعة دول كان الرقصة والطبال من السنة قبلها ويه ساعد اليتيم فكان عنده ستة أفلام في السينما تخيالي لو أنت ماشي في وسط البلد فتلاقي أنه فيه ستة بوسترز لنفس الفنان أو للناجمة أحمد زاكي أظن هذا ما حصلش من سنين كتير جدا طبعا هم بيحصلش أصلا صحيح هم مش ما حصلش هم ما بيحصلش صحيح الحاجة التانية أنه في السنة دي أرى خمسين سيناريو واتفق على 22 فيلم فيه أفلام كتير ما تعملتش هو كان اتفق عليها وكان اتفق واتفاق تام يعني كان فيه قصة وكان فيه السيناريو وكان فيه التفاصيل من فريق العمل وكل حاجة لكن ليه اختلافات في طريقة الشغل فما كملتش فأنا راصد كمان اللي 22 فيلم اللي ما طلعوش للنور من سنة 86 برضو إلا أن أنا اشتغلت السنة دي قريت حوالي 3000 جورنان كل ما صدر في 86 وما قبلهم بعدها قريتوا عشان أطلع كل سطر كتب عن أحمد زاكي أو كل تصريح آله في السنة دي في السنة دي بالإضافة لأنه عملت فلاش بيك من خلال هو حصلت له رحلة مرض صعبة في 86 سافر فيها لندن وقعد فترة هناك وهو حكى أنه افتكر حياته كلها فأنا حكيت حياته كلها من خلال الأفكار اللي كان بتجيله هو في المستشفى في لندن نواب تعالي فرجعنا فلاش بيك من يوم ما تولد بتبطيه بقى من يوم ما تولد وهو طبعا عاش يتيم في بداية حياته والده توفى وهو عنده ألي من سنتين كفاح مكتوب عليه من يومه صحيح لا حياة صعبة يعني الكفاح الحقيقة والمقساة مكتوبة عليه زي ما بنقول كده من يومه صحيح المقساة صعبة جدا معاناة رهيبة أكيد أكيد عايزة أرجع لقصة الست أفلام اللي موجودين في نفس السنة أو في نفس التوقيت لنفس النجم وده زي ما قلنا أنه ما بيحصلش أستاذ محمد وما حصلش وما أعتقدش أنه هيتكرر تفتكر إيه سر نجاح أحمد زاكي تفتكر إيه سر الخلطة اللي جواه والمعادلة الصعبة اللي عملها أحمد زاكي عشان يكون هو النجم الأوحد في ست أفلام في نفس الموسم في نفس السنة دي خلطة الحقيقة إنسانية قبل ما تكون فنية تمام لأنه المعاناة اللي احنا بنتكلم عليها اللي خضها طول مشواره خلته انفجر في سنة 80 يعني قرر يطلع كل قدراته كل اللي جواه بقى طلع خلاص ونوعية أفلام كمان عكس بعضها يعني أنت ما تتخيليش أن أحمد زاكي في البريء هو هو اللي في شادر السمك أصلا يعني لو بنشوف الصورتين في خيالنا دلوقتي وبنفتكر شكله في البريء عمرنا ما نتخيلي ده نفس العمر اللي هو بيعني فيه شادر السمك أصلا هنحس أنه ده سنه صغير وده هنا سنه كبير أحمد أبو كامل في شادر السمك لما نفتكره في البداية هنلاقي شخص ثالث في نفس السنة بالمناسبة كمان في نفس السنة دي كان بيصور ثلاث أفلام جداد اتعارضوا في 87 و 88 اللي هم منهم مثلا زوجة رجل مهم اللي هو من أهم برضو ميت فيلم في تاريخ سنة مصرية وإيه أربعة فهمة رسمية وبرضو عمرك ما تتخيلي أنه دخل لوكيشن بيصور أربعة فهمة رسمية في نفس الوقت اللي بيصور فيه زوجة رجل مهم شكله وتفاصيله في زوجة رجل مهم عكس تماما طبعا طبعا ما تكون غير صبيعي يعني كمان مش بيكرر نقل مش بيعمل أربعة خمس أدوار في نفس الوقت فتشوفوا هنا تلاقيه هنا تلاقيه هنا تلاقيه هنا كلهم شبه بعض بالزبط 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 مختلفين تماما نفسيا وقدام الشاشة صحيح يعني خاصة أنه عيني كان بيتعب يعني هو كان بيروح يعني في وقت من الأوقات راح لدكتور نفسي صديق لي وهو بيعمل فيلم الأفلام فالدكتور مش لقيله أي حاجة طبية عنده فقال له قولي أنت بتمثل لدي الوقت قال له أنا بمثل اللي هو الفيلم تعزوجة رجل مهم قال له بس أنت في اللحظة اللي الزبط فيها خرج على المعاش أنت نفسيتك سائد فعلا في الحقيقة فقعد جاله يعني مشكلة يعني مرضية هو كان بيتأثر نفسيا جدا طبعا وكان بيتعالج أعتقد فترات طويلة جدا من حياته وبصراحة أي حد هيمر باللي هو مر بيك لازم هيتأثر نفسيا وهيتعالج وكل ده مش عيب يعني لا طبعا لا هو ده طبعا الله يرحمه طبعا الفرق ما بين أحمد زكي في البريق وما بين أحمد زكي مثلا في زوجة رجل مهم أو الفرق ما بين أحمد زكي في البريق وما بين شادر السمك تشايفهم ازاي أولا الفرق رهيب الفرق أولا التجهيزات يعني أحمد زكي مثلا في البريق أنت بتحسي أنه عمره أحمد سبع ليل ده عنده عشرين سنة بالكتير لأنه هو في الوقت ده ما ينفعش بقى عن دكتور من كده في السن كدور هو هو لما بيعمل شادر السمك أحمد أبو كامل مرحلته العمرية المفروض أنه ممكن يدخل في الأربعينات والخمسين لأنه الراجل ده بيسطر على سوق السمك وهو بيعمل البداية في نفس السنة وفي نفس التوقيت البداية المفترض فيها أنه طالع تلاتي ناتي يعني الشك اللي هو الفنان التشكيلي اللي فيلم بداية في نفس التوقيت هو بيعمل زوجة رجل مهم الزابط اللي هيخرج على المعاش في سن كبير فهو المفترض أن يطلع بردبة كبيرة من الداخل فبالتالي المراحل السنية هو بيمثل أنه في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الأربعينات وفي الخمسينات في نفس السنة فدي مسألة محتاجة قدرات غير طبيعية يعني هو صاحب مدرسة اللي هو زي ما أسخيري شلبي بيسميها التشخيص بالإزميل اللي هو الشخص اللي زي الصنايع الماهر جدا اللي بيحفر في الدور وللأسف هو صاحب مدرسة ما تخرجش منها غيره يعني طول الوقت أحمد زكي بيضطرح ناس كثير توبقى خليفته محدش نجح في الموضوع ده ومحدش قدر ومعتقدش أن في حد يعرف يبقى شبهه أصل هي الفكرة نفسية أكتر منها تمثيل بالزبط بالزبط أنه هو شبه جواه وهو ده اللي بيطلع فاللي جواه ده هتشبهه بمين ولا هتجيب شبهه ازاي طبعا حكايته هي الحكاية صحيح حكايته هي الحكاية وهو عايش للتمثيل يعني هو كان عايش فنانة 24 ساعة فكرة أنه ملابس تكرس حياته واهب حياته للتمثيل بشكل بجيء ما بيغيرش عربيته بيمشي في الشارع بهدوم عادية جدا وبيربس ندرة ضخمة عشان ما تعرفيش أنه أحمد زكي لأنه بيبقى لابس شبشب وهو ماشي في الشارع لابس بلنطان جينسة عادي جدا لابس أي تشيرت عنده فأنت لو شفتيه بالصدفة ليمكن تتخيالي ما تصدقش أنه ده الخنان اللي فيه 6 أفلام في السينيمات بتاعته فهو ماشي في شارع عمرك ما تعرفي أنه ده أحمد زكي الشكل ده ليمكن يكون إيه اللي حصله تحديدا في 86 خلاها السنة الأهم في مشواره فبالتالي حضرتك قررت أنك تكتب عنها يعني ليه ده ما حصلوش في 85 مثلا أولا هو السنين اللي قبله 86 كلها كانت عبارة عن التحضير للانفجار اللي حصل بمعنى أنه قبلها بشوية بيعمل موعد على العشاء بس نبقى شدور أول مع سعاد حسني ومع حسين فاهمي بيبقى سعاد حسني حسين فاهمي أحمد زكي بيعمل أفلام تانية بتطلعوا خطوات لقدام لكن ما بتخلهوش إنجم رقم واحد وكأنه كان بيتجهز بالضبط وكأنه كان بيتحضر عشان يكون الناجم الأول صحيح وبيبتدي ده من بداية السبعينات مع مدرسة المشغبين يعني هو في النهاية كان في مدرسة المشغبين بيبتدي حياته ثم اتعرض ساعتها كان مفوض يعمل فيلم الكارنك بس في آخر لحظة بعد ما جهز اللبس وجهز تفاصيله ومشعرف فيه المنتج رفضه وقال مستحيل الود يطلع يحب سعاد حسني ما ينفعش الود ده بشكله كده يطلع بيحب سعاد حسني الناس بش تتصدق فاستبعده هو نفس الشخص ده المنتج ده اللي في 86 اتصل بيه تحيل عليه عشان يشتغل معه تاني عرف بقى كام سعاد حسني ممكن تحبه صحيح صحيح وهو قريدي يمثل مع سعاد حسني بعدها في شافية ومتولي ومثل في موعد على العشاء طبعا يكالد وقته هاتمكحة جدا جدا بالضبط فهو انه كمان في السعادة 80 استعاد الناس اللي تورح لتو في السبعينات وأولي تمينات يعني بيحاولوا يتجهلوه خاصة بقى احمد زيك عمل حاجة تقدر يتقولي انه شكل اديت في السينما يعني طبعا ده غير مقاييس بقى تماما يعني طبعا انا بحبه لكذا سبب من ضمنها الالوان ان احنا متشابين في الالوان ودايما بحبه جدا طبعا مش بس لشان هو فنان قدير انما كمان هو غير المقاييس غير مقاييس الجان بريمير غير مقاييس الجان بتاع السينما اللي لازم يكون شكله كذا وخلانا نشوف الحلاوة بمنظور تاني هي دي 86 برضو ليه لانه قبلها كان الجان هو حسين فاهمي محمود ياسين محمود عبد عزيز الشكل بتاع الشطر حسن لكن احمد زكي خلى الشطر حسن الحقيقي اللي بيقدر يقف في طبور الجمعية ويجيب فرخة من الجمعية ويطلع الاتوبيس ويشتغل سواق ويعمل فهتلاقي غير حتى شكل السينما انه محمود عبد العزيز بتادي يعمل سواق هتلاقي نور الشريف يعمل سواق الاتوبيس الرابط اكتر من الناس لان هو شبه الناس ومن الناس ولون الناس وشايل حسيس الناس اللي جوا اللي طلعت كلها في افلامه وخلته يبدع صحيح صحيح هي دي فكرة انه اتغيرت مقاييس الشاب الوسيم اللي كان البنات كلها تشوفوا يغمى عليها انه لا بقى الشاب الاصمر اللي هو يعني ممكن اقولك بمنطقة البساطة اللي بيحصد دلوقتي نجاحه اسر ياسين ومحمد رمضان وغيرهم طبعا لانه عمري ما كنت هتبقى بطل الا زحمة زكي مهدلك الطريق صحيح صحيح دلوقتي انت بتحصد النجاح ده يعني يمكن وانت ماشي دلوقتي بتشوف الاعلانات بتاعت رمضان وابطال المسلسات فبتشوف انه كام فيه كام واحد طالع من عبيت احمة زكي عن المصريين ما هو ده احنا وهو ده مصر وهو ده اللون المصري وهي دي المدرسة اللي عملها عاطف الطيب في الواقعات الجديدة بعد صلاحة بوسيف اللي حصل في الستينات فتكتشف انه في التمانينات برضو كان فيه كام مهائل من الافلام ما خدتش حقها ايه اشواخدين بالنا كويس قوي ان دلوقتي ان دي كانت فترة فيها زخم رهيب في صناعة السينما كنا بيتعرض في مصر في 86 اكتر من 90 فيلم في السنة دي 90 فيلم في سنة واحدة احنا عارفين انه على مدار 10-15-20 سنة ما تعرضش الرقم ده في السينما ايه احنا عاد الافلام بتعرض 20-30 فيلم بالكتير على مدار 20 سنة فلما يكون في 86 كان بتعرض اكتر من 90 فيلم في السنة دي فتشوفي برضو حجم المسألة غير المصرح كان عامل ازاي غير السهرات الدرامية بالمناسبة كان بيعملها تفزون مصري بديعة ده غير حب الناس لي بقى اللي من غير اي حاجة خالص ومن غير اي عرضه ومن غير ما اي حاجة تتعرض له حب الناس لي وقرب الناس منه وقربه للناس وقدي ايه الناس كانت مصدقات هي دي بقى النقطة اللي عند احمد زاكي يعني كان لو يعني اتولس في امريكا ناخد فيها اسكر لانه هو الجزء اللي جواه ده الناس كانت بتشوف في احمد زاكي يعني ده جزء من عمل الكتاب أصلا ايوه انت احمد زاكي هتلاقي نفسك بتشبهه في حاجة ايوه في احلامه اه في قلقه ايوه احيانا في وحدته احيانا في الازمات اللي بيمر بيها يعني هتلاقي جواك وخف الدمه كمان وخف الدمه خفيف جدا جدا واثار اللي حواليك التفاصيل اللي حواليك اللي هي هو بننام حقيقي جدا اه فانت طول الوقت بتشوف نفسك فيه ما هو القريب ده دايما بيبقى حقيقي صحيح القريب من الناس ده دايما بيبقى حقيقي البعيد هو اللي مش حقيقي صحيح ده حقيقي خلينا نتكلم عن فكرة اربعة في مهمة رسمية اه وطبعا ده كمان كان فيه شكل بقى مختلف ولون مختلف لأحمد زاكي الله يرحمه ده بقى الشكل اللي دمه خفيف ده الدم الخفيف ده الدم الخفيف بقى الحتة اللي دمها خفيفة اللي ظهرت فيه وهي دي برضو قمة الصعوبة انك تبقى بتعمل زوجة رجل مهم منتهج جدية منتهج الصرامة اللي هي مفيش مساحة للاتسامة طول الفيلم في نفس الوقت هتعمل أربعة في مهمة رسمية اللي هو انت بتموت بالضحك اللي هو انت تقاش قادر تتخيل علاقته بالقرد وفاكر في البل بواب طبعا فاكر في البل بواب والضحك اللي كنا بنتحكم من تصرفاته البل بواب مضى عقده في 1880 برضو يا حبيب بالمناسبة البل بواب اللي كان هيعمله أصلا عاد الإمام وبعد ما اتفقوا على الفيلم اعتزر عاد الإمام في آخر لحظة فراحل دور لحمة زاكي حصل العكس قبل كده في فيلم الحريف انه بعد ما مضى الفيلم أحمة زاكي راحل فيلم لعاد الإمام فهتلاقي انه احيانا ان الأدوار بتختار أصحابه فكرة انه في البل بواب اصر انه هو بواب انك ما تحسش للحظة انه بيمثل خالص وانه التحولات لما تحصل لدرجة فضل لابس نفس الجلبية لحد ما يغتني يعني فضل في اللوكيشن مش راضي يغير عشان تحس يفضل لابس الكاركتر اللي بيعملها لدرجة انه ده أثر في نفسه الناس حتى في العمل لحد الوقت بيظنوا انه علاقتهم بيه كانت حقيقة أكتر من اللازم من كتر ما هو كان بيديهم إحاء بفكرة انه لا هو فعلا متجوز ديه بشكل حقيقي هو فعلا دول ولاده هو فعلا علاقته بالفنانين بالشكل فلاني لانه قاعد لدرجة انه حتى والناس بتعدي وده حصل في البريء وحصل في البلد بواب انه هو الناس لما بتشوفهم هتعرفوش مش عارفين انه ده أحمد زاكي ده مين ده عاطف الطيب بيتفرج فلقوه جاي فقالك انا كنت عايز احمد يشوف الولد اللي جاي ده وانا عايزه بشبه الجندي ده فاكتشف انه هو أحمد زاكي اللي جاي فعلا نفس المساعد في البواب هو قاعد والناس بتزعق له اللي ساكنين في العمارة بجد بقى قوم يا ابني يا هتلينا مش عارف ايه فيكتشفوا انه احمد زاكي انه ده احمد زاكي مش البواب بتاع العمارة فجزء من اتقانه الشديد في الدور انك مش عارف تتخيل انه بيمثل حقيق فكان صادق الى حد رهيب جدا يعني انه يعمل الجزء الكوميدي في البلد بواب بالشكل ده في اربعة بفهمة رسمية بالشكل ده والعلاقة انه هيعمل علاقة يعني بصي هولي حالكها الحقيق هو يكفي المشهد اللي هو بيجري فيه في الشارع وده مشهد حقيقي اللي بيجري ثورة الارد والحمار عشان يلاقيهم في وسط البلد يعني كان بيجري في وسط البلد بشكل حقيقي عشان يوصلوهم تخيلي بقى في كام مليون في الشارع في مصر وكلهم بيتفرجوا على احمد زاكي وبيجري فعلا عشان يمسك الارد ومحصلوش حاجة انه هو قرر نبقى فيه علاقة فقرر يسمي ده دلال فيسميها دلال ويقرر يتعامل مع دلال دي كأنه مش ارد ومش من لا شخصية حقيقة والارد ده خد أعلى أجر في الفيلم ده بالمناسبة لانه كان ايجاره ويساوي تهل تلاف جنيه وده كان رقم طبعا ضخم جدا فتخيالي انه انه قرر يعمل علاقة إنسانية مع الحيوان بشكل انه ما تحسيش انه حتى هو يمثل مع الحيوان كأنه الحيوان بيدي الأكشنات فعلا فتلاقيها بتغضب وتلف في النحاء التانية دلال باعتبارها أنسة وتلاقي انه بيحاول يدللها لأنها دلال تفتكر الحيوان أو دلال لو احنا بتكلم عنها كانت حسة بموهبته كانت حسة بالطاقة اللي خارجة منه فحسة هو عايز يزعلها عايز يفرحها عايز يدحكها عايز يخوفها يعني ايه الإحساس اللي عايز تطلعهم منها طبعا ما استبعدش على فكة أولا لا أنا متأكد من ده السبب لأنه هو قعد فترة قبل ما يصور يعمل علاقة معها فعلا أيوة يعني قبل التصوير أيوة يقعد معاها يأكلها يلعب معاها بالظبط ويقرر يسميها اسمه تبقى عارفة أنه هو اللي بنده لها يعني فولفه مع بعض بالظبط أيوة فطلع عشان تحس بيه أنه تتفاعل أيوة خاصة أنه كان بيحصل مشكلة كتير أثناء التصوير طبعا أنت مش عارف تسيطر على حيوان بشكل كامل فممكن تجري تلعب تطلع فوق يعني فإزاي هو قدر يستوع بالفكرة دي ويعمل الأكشنات عنده تخليك تحس أنه تنبي يمثله مع بعض بشكل متكافئ مش مجرد أنه حد بيمثل ويمثل كأنه يمثل قدام حيطة لا بتحسي وطبعا دي برضو عبقرية من المخر الكبيرة على عبدالخالق عايز أرجع مرة تانية للكتاب وطبعا إحنا شفنا صورة الغلاف من شوية وكلمني شوية عن الغلاف يعني أحمد زكي 86 كلمني شوية عن الغلاف وصورته طبعا اللي هتفضل دايما من ورق لبنى أولا طبعا الغلاف تصميم عبد الرحمن الصواف والصورة دي قعدنا ندور كتير على صورة تخليك تحس أنه 86 ومو أحمد زكي صور كتير جدا على مدار حياته ممكن تيبه في مرحلة قبل وممكن تيبه في مرحلة في نهاية حياته فبشكل مختلف تماما يعني أنت لو حطيته في حليم مثلا لا يمكن تحس أنه 86 ففكرة أن الغلاف تلاقي صورة مناسبة وممكن أعاد تدار كتير على فكرة مين اللي صور الصورة دي لأن الصورة دي مش لقينها لا في فيلم ولا في كواليس عمل يعني فكرة أنك تلاقي صورة مختلفة لأحمد زكي ونت متعود عليه الحاجة الثانية أن الصورة يبقى العينين فيها رايحة يعني تروح مع العينين شوية لأنه هو جزء كبير جدا من الكريزمة بتاعته والطلة بتاعته عينيه أنك بتروح مع عينيه افتكري عينيه في زوجة رجل مهم وفتكري عينيه في البل بواب وفتكري عينيه في البريء هتلاقي أنه عينين شخصية مختلفة العينين أحيانا بتبقى فيه قلق شديد فيها وأحيانا بفيها الثقة قدرة طبعا على التشخيص والتكسيد غير مسبقة يعني أحمد زكي مش محتاجنا نشرح مين أحمد زكي بس أحمد زكي حالة لن تتكرر ولم تتكرر أبدا 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 طيب خلينا نتكلم شوية عن الفنانين اللي كانوا في حياته آه طبعا كلمني شوية عن الجزئية دي وتترقتلها إزاي في الكتابة إحنا عندنا أكتر من طبعا لدينا فنانين كتير في حياته آه عندنا طبعا ستة كورساعد حسني أيوة طبعا دي كانت هو بالنسباله ساعد حسني كانت أحيانا كتير زي بالنسبال لنا إحنا كمان يعني رغم أنه هو مفروض فنان قدامها لكن كان بيحب ساعد حسني كفنانة بشكل غير عادي لأنه هو بيبتدي حياته لسه بيدخل مع التمثيل كانت ساعد حسني بتعرض لها في السينيما الزوجة التانية وده طبعا من أهم ألف آن في تاريخ السينيما فأنت تخيل هتمثل بعد شوية وقت مع اللي انت شايف البوستر بتاعها في الشارع تخيل دي من فتاة أحلامك لأنها تبقى شخصية حقيقية بتمثل معا ساعد حسني كانت بتحب تمثيل ما أحمدها جدا لأن الاثنين بيطلعوا أكتر طاقة الضحة ميفكروش بقى ده ما فيش تفكير خالص زي اللي هو طالع على طول كده تلقائي صحيح والاثنين نفس المدرسة فطرية التمثيل والاثنين برضو مش هتكرر صحيح فالاثنين كانوا زي في هو وهي كانوا بيعونه مباريات تمثيل يعني في مسلسل هو وهي في مباريات في التمثيل إزاي هيعمل رد فعل إزاي هي فكرنا كده بالأعمال اللي عملوهم على بعض عملوا شافاة ومتولي عملوا موعد على العشاء عملوا هو وهي عملوا على هو وهي ده وجميله الدرجة التالتة والناس ما شافتوش قوي وده إخراج المخ كبير شيرف عرفات ومن قويل أعمال ففي طريقة بيرة جدا وفي كمستي وفي كده يعني روح ما بينهم جدا في بقى شكل تاني مسلوا معها مثلا فاننا كبير نجلقى فتحي كان برضو علاقته من جلقى فتحي بدأت في فيلم اسكندرية هي وقفت جنبه لأنه هو كان في بدايته وهو بيصور مشهد حسن وما صورش كويس وأنه عنده أحسن فعايز يقول لي يوسف شاين وعيد المشهد ما يقدرش طبعا يوسف شاين ما حاجة نروح له الله يرحم فقال إن جلقى فتحي أنا محتاجة عيد فقالت له آه لا دي محتاجة خطة يوسف شاين من اللي هنروح له فاتفقوا مع مدير التصوير إن يقولوا إن في غلطة في طريقة التصوير إن احتمال تطلع اللقطة مظبوطة أو يطلع الكادر مش مظبوط فمحتاجين نعيد تاني عشان فكرة دي فوافق يوسف شاين لأنه مش يحتمل أن يحصل غلطة في فيلم بتاعه فعاده يعيده هو ارتبط بفكرة إنه نجلقى فتحي ساعدته ثم بعد كده صوره مع بعض ساعد اليتيم ثم بعد كده بقى أصحاب لدرجة إنه هو اللي خليها توافق على المرأة الحديدية هي ما كانتش عايزة تتمثل المرأة الحديدية وشايفان نوع عكسها تماما لأن طبعا هي كانت ست الحسن والجمال في السبعينات فهتطلع المرأة الحديدية إزاي ويتباني نياه بتلعب كراتي وهكذا إزاي هو الأقناحة اللي دي بنقلة في حياتك وفعلا قسر الدنيا الفيلم ده بعدك عنده بقى نفس المسألة مع فان أنا كبير أنا بي العبيد علاقة برضو مختلفة تماما في التمثيل وفي شادر السمك فكان فيه مباريات في التمثيل لدرجة منهم في شادر السمك في مشاة الأخير حققوا نجاح كبير جدا جدا وكانوا بضرابة على شكل حقيقي خلينا نطلع للفاصل ونرجع نستكمل كلامنا عن الفنان والراحل الأستاذ أحمد زاكي بجعنا لحضراتكم مرة تانية ومنورنا النهاردة الكاتب والأستاذ محمد توفيق بنتكلم عن الراحل والأستاذ الفنان أحمد زاكي عامل خلال كتابه طبعا أحمد زاكي 86 ونحن نتكلم عن حب الناس ليه وعن قد إيه الناس كانت مصدقاء قوي وحسة بيه قوي ومتعاطفين معاه قوي مش هننسى مشهد جنازته مشهد جنازة أحمد زاكي دي مشهد يعني لم ولن يتقرر برضو تيقلي كلمني شوية عن وفاته المشاكل اللي قابلها في آخر أيامه طبعا 27 مارس هي ذكرى وفاته رحمه الله وخلينا نتكلم شوية عن المشهد ده ومشهد جنازة أحمد زاكي مشهد في بالنا كلنا عمرنا ما هننسى هو سبحان الله زي ما يكون عاش المشهد هو عايش لأنه الفيلم الأخير اللي هو فيلم حليم التشابه الكبير اللي بينه بنعب حليم حافظ بالمناسبة عبد حليم حافظ من الناس اللي ساعدت أحمد زاكي في بدايته وعشان كده أحمد زاكي كان مصر يعمل قسط حياته لحد ما توفق وكان بيعملها في آخر أيامه وكان مريض وكان تعال جدا وهم كان مريض ما كانش قادر يعمل أي حاجة لكن فكرة إصراره على أنه يكمل عمل أحمد زاكي المشاهد اللي عملها في حليم كان وهو في عز مرضه كان بيلوم صوروني عشان مش هنعرف نلاقي الصدق ده وإحنا بنصور حليم احتمال ده نحتاجه في حليم الحاجة الثانية أنه اللي اتنين يتمه هو هو عبد الحليم حافظ وأنه بيشوف مشاهد نهي يعني جناس عبد حليم حافظ لها من أكبر جنازات تاريخية في تاريخ مصر وفيها كانت حالة انتحار ناس ترامت نفسها من البلكون وفي نفس الوقت وهو أحمد زاكي هيعيش نفس الشعور هنعيشه معاه بعدها بشعور قليلة جدا فتخيالي أنه عايش المسألة دي مع عبد الحليم وهو عارف أنه يعني أن دي شبه النهاية بتاعته فهو عاش اللحظات دي وهو عايش بالزبط جسدها ومثلها وعشان كده حتى في عزم هو تعبان لما كان بيفتكر عب فيلم النابولسي ويقول بسطها يا بسط قالك ما أنت بسطها شكتر من كده من خطر ما هو كان معلومة عن أحمد زاكي قدرت تعرفها عنه من خلال كتابك وفيش حد يعرفها وكنت حريصة أنك تبرزها في كتابك هو طبعا فيه معلومات كتير أهمهم أهمهم مثلا طريقة عدد الأفلام اللي كان بيعملها كل سنة ويشتغل عليها وما طلعتش للنور يعني عنده كم هائل من الأفلام أفلام كان متفق عليها وما تحققش عدد هائل من الأفلام كل سنة كان ممكن بيتفق على 20 فيلم مثلا وما بيطلعوش للنور غير المسلسلات يعني كان عنده مسلسل إذاعي مفهوض يعملوا مع الفنانة الكبيرة نبيل عبيد وما عملوش فعنده عدد كبير من المسلسلات ومن الأفلام أنا رصدهم كلهم بأسماءهم بتفاصيل الأعمال كان من اللي أعملها بالمناسبة فيهم عمل هيتعرض السنة دي في رمضان هو كان هيعمله فيلم كان اسمه باب لغدر قصة قصة أسامة نروكاشة طبعا السنة دي في رمضان فده من أعمال 26 اللي كان هو بيجهز عشان يعمله أنا فهمت دلوقتي ليه 86 وأعتقد أن كل سادة المشاهدين فهموا ليه 86 أنا بشكرك أستاذ محمد على الكتاب وبشكرك على وجودك معنا وحقيقي فنان لن يتكرر يعني إحنا نمتكلم عن عن حالة فنية مصرية سينمائية ماعتقدش أنه ممكن يطلع شبه أطلع كتير سمره أطلع كتير ناس حاولوا أنه هما يقلدوا وياخدوا طريقته يتعلموا منه وممكن يكونوا كانوا متأثرين بيه بس أحمد زكي سيظر لأحمد زكي بصمته مش هتتكرر تاني شكرك مرة تانية وكان معاكم رانيا السايد شكرا